مرحبا كيفكم ان شاء الله بخير انا اليوم عم بحكي في عندي كزا نقطة لازم اني احكي معكم فيها خاصة الطلاب انا كتير فيجيني كومنتس انو مس انتي اخطأتي هون اوكي انا اخطأت اوكي انا كتير برافو علي اني انا اخطأت لانو هذا شي طبيعي يعني بالاخير جل من لا يخطئ احيانا ان الوالدة او الام بيكون عندها ولدين اتنين اه واحد اسمه عادل واحد اسمه سمير بدا تحكي مع سمير بتصح له عادل او بدا تحكي مع عادل بتصح له سمير يعني هي اخطأ كتير اه خطأ لا شعور او بكون وارد يعني انو يصير اه فانت انا اخطأت اوكي سواء ان كان باللفظ او كان بترجمة كلمة طيب انت شو دورك بهاي الحالة اه دورك بكل بساطة انك تعمل بحث عن هاي الكلمة اه ازا ما بدك تعمل علي بحث كيف بصير لفظة او اه شو ترجمتها فيك تسأل التيتشر عندك او الاستاذ بالصف وتسأله انه هي شو معناته وهي كيف بنلفظة اه وهون الاستاذ بصير بقى فيه شرح لهاي الفكرة او لهاي الكلمة اه الشغل التاني اللي بدي يحكي فيها كمان هي موضوع الحل يعني كثير انا بتجيني رسائل على الواتساب انه مس اه هي حلينها او هون شو المطلوب او كذا فانا اللي بدي قلقوا مية انه انا اه ممكن اعطيتك بالقناة اه يعني نسبة خمسة وتسعين بالمية اه فالخمسة التانية عليك الخمسة بالمية التانية عليك بطريقة او باخرى فبتعمل عليهم بحث اه بتجتهد من عندك اه بتكتب صحة برافو بتكتب خطأ ابرافو هاد موضوع بيرجع للك لانه انت بالاخير هي مهمتك بالحياة انك انت تكون طالب وباحث اه للعلم تمام لان ازا ما كنت انت هيك فبيكون في خلال بشغلك او بوظيفتك او بعملك او انت كانسان اه فانا اه بعتذر كتير من الناس كتير انه انا اضطريت اسفة اني انا احضر ولو اني انا اه بحترم كل الناس وبحب كل الناس اه قاطبة اه لكن موضوع الحل عندي خط احمر ما حدا يبعتلي رسالة يقللي شو الحل او شو بدي اعمل هون اللي بدي انا اعمله عن قناة اعملته الباقي عليك تمام موسيقى